اطلع على الطباع الشخصية والاستثنائية لبعض السلاطين العثمانيين في هذا الفيديو سنتعرف على طباع شخصية لبعض السلاطين العثمانيين البارزين الذين أثروا تاريخ الإمبراطورية العثمانية بإرثهم وقيادتهم سنكشف عن السمات الفريدة التي جعلت هؤلاء الحكام مميزين وساهموا في تشكيل ملامح الدولة العثمانية سترون كيف امتزجت القوة والإخلاص والفنون والرعاية في شخصيات هؤلاء السلاطين وكيف تركوا بصماتهم في تاريخ الإمبراطورية بأكملها تعرفوا معنا على أروع القصص والأحداث التي تعكس طباع شخصية فريدة لهؤلاء الزعماء العثمانيين كان هناك ستا وثلاثون سلطانا عثمنيا ولكل منهم خصائصه الشخصية ومميزاته الفريدة على الرغم من أن السلاطين العثمانيين غالبا ما اشتهروا بقوتهم وشجاعتهم في ساحات الحرب إلا أنهم كانوا أيضا يمتلكون جوانب شخصية متنوعة تميزت بهم عن بعضهم البعض وعن غيرهم من الحكام يمكن تلخيص بعض من هذه السماتة الشخصية للسلاطين العثمانيين الأقوياء كما يلي السلطان عثمان غازي كان له طابع شخصي فريد من نوعه فقد كان يتميز بالنقاط التالية كان يلاحظ أنه كان يضع يديه على ركبتيه عند الوقوف مما يشير إلى طوله ورشاقته وكان لديه سمات شخصية تميزت بها عن غيره كان يمتاز بسخاء فائق حيث كان يرتدي ثوبه مرة واحدة فقط وبعد ذلك يتبرع به للفقراء كدليل على حبه للعطاء ورعاية المحتاجين كان يستمتع بالموسيقى ويحب الاستماع إليها قبل تناول وجباته كان يشغل وقته أحيانا بممارسة رياضة المصارعة المنغولية كان يفتح أبواب قصره مرة واحدة في العام لاستقبال عمة الشعب ومنحهم ما يحتاجون السلطان أرهان غازي كان يتميز بسلوكياته وطباعه الشخصية التي تضمنت كان يحب التجوال بشكل كبير وكان لا يقيم في منطقة واحدة لفترة طويلة وغالبا ما كان يتنقل من مكان لآخر كان يصوم يومي الثلاثاء والخميس بانتظام ولم يترك هذه العادة حتى لحظة وفاته كما كان يقف على قدميه احتراما عند دخول أحد العلماء إلى مجلسه السلطان مراد الأول كان معروفا بأخلاقه الرفيعة وذوقه الحساس وكان يعتبر مثلا في صدقه وإخلاصه وقد كان له سمات شخصية مميزة تشمل كان شغوفا بالقراءة ويروى في الوثائق التاريخية أنه كان أول سلطان عثماني يقوم بإنشاء مكتبة خاصة به كان يقدر عاليا علماء الدين والعلماء في مجتمعه كان متحمسا بشدة لتحقيق الفتوحات الإسلامية ويعتبر السلطان العثماني الأول والوحيد الذي قضى نحبه كشهيد في معارك الفتوحات السلطان ويلديرين بيزيد كان يعرف بلقب الصعيقة نظرا لسرعته في التحرك ومهارته في رمي السهام وتميز بالطباع التالية كان يشعر بشغف بالصيد وكان يعتبر نفسه خبيرا في هذا المجال كان من عشاق المصارعة المنغولية وكان يمارسها بين الحين والآخر كان أول سلطان عثماني يتقن فن كتابة الشعر وكان يقضي الكثير من الوقت في كتابة الأشعر كان يغرم بالمجوهرات إلى حد كبير كبير وقد أمر بإنشاء حوض من الفضة لاستخدامه في الاستحمام السلطان محمد شلبي الملقب بالمؤسس الثاني للدولة العثمانية كان لديه سمات شخصية مميزة تشمل كان يميل بشدة نحو ممارسة رياضة المصارعة المنغولية كان ماهرا في فنون الخياطة اليدوية وكان يلقب بالخيط الرقيق بسبب إتقانه لتطريز الملابس كان متدينا ومحبا لأداء العبادات قام بابتكار تقوس خاصة بإرسال الهدايا وتخصيص ميزانية لصيانة الحرم المكي ومسجد قباء واستمرت هذه العادات في عهد الدولة العثمانية حتى فترة الحرب العالمية الأول كان يقوم بإعداد وتوزيع وجبات غذائية متنوعة على الفقراء بنفسه كل يوم جمعة كان يشتاق لممارسة رياضة الصيد بشدة مثل والده إلديرين بيازين مراد الثان الذي يعرف بأنه والد السلطان محمد الفاتح كان له سمات شخصية مميزة تتضمن كان يمتلك حبا شديدا للموسيقى والشعر وكان يستخدمهما لتحسين مزاجه واسترخائه كما قد تم تقديره لدعمه الكبير للفنانين قام بتربية ابنه محمد الفاتح بعناية ورزانة كان حريصا على تجهيز ابنه ليصبح رجلا بارزا في التاريخ العثماني لذلك عندما بلغ ابنه محمد الفاتح سن الثانية عشر سلمه مسئولية الحكم ليشعر بالمسئولية ويتحفز الاستعادة القسطنطينية اشتهر بحبه للحكمة والحديث الحكيم في الختام تعرفنا في هذا الفيديو على بعض السلاطين العثمانيين وطباعهم الشخصية المميزة التي جعلتهم اشخاصا استثنائيين في تاريخ الامبراطورية العثمانية كانوا قادة ذوي رؤية يملكون مزيجا فريدا من الصفات والمهارات من الرياضيين الى محب الفنون والموسيق من رعاة الدين والعبادة الى المبدعين الادبيين هؤلاء الحكام لم يكونوا مجرد حكام بل كانوا ايضا شخصيات متعددة الاوجه ان ارثهم لا يزال حاضرا في التاريخ والثقافة العثمانية وقد تركوا بصماتهم الخاصة في مسار تلك الامبراطورية العظيمة ستظل طباعهم وانجازاتهم مصدر الهام لنا جميعا وتذكيرا باهمية التنوع والتفرد في سقل التاريخ نأمل ان تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة في استكشاف الشخصيات التاريخية الرائعة لبعض السلاطين العثمانيين